لو كان ده في مصر كان هيتقلعل ايه على الدولة المصرية والحكومة المصرية والاعلام المصري لو الصورة دي موجودة في مصر انا بسأل بقول لمعتز مطر اللي بيقول هي لله كل حلقة يجي يقول هي لله وانا بقول والله هي ليست لله بقوله هي ليست لله انا بقول اللي بيقول هي لله في كل حلقة ماذا تقول يا معتز انا بسألك أنت إن كنت صادق ولليك زرة من إيمان ومن صدق ماذا تقول في هذا لو كان موجود في مصر كنت هتقول إيه معتز مطر يقول وبقول لمحمد ناصر لا أنا مش هسألك لأنك أنت أصلا فاقد الإحساس والضمير لكن أنا بقول الجزيرة لو كان ده في مصر المنظر ده منظر المصحف شكل المصحف لو كان في مصر مرمي بهذا الشكل كنت هتقول إيه على مصر وعلى رئيس مصر وحكومة مصر أنت كنت هتقوله علينا كفار قريش مش ده مبارح الجاهل محمد الصغير بيقول عليه النجاشي هذا هو النجاشي لماذا كتاب الله يا نجاشية هذا العصر تدوسه الأخدام هكذا ولماذا هدمتم المساجد ولماذا هدمتم المآزن مش هيدي المآزن ودي المساجد وده المصحف وده حامل حرامين مش ده اللي عايز يبقى خلال الفترة القادمة بيقول تدويل الحج عايز يحط يده على مكة والمدينة مش هو ده كلام احنا لا نكره ولا نحب هو ده الموضوع أهو قدامنا تخيلوا الصورة الحقيقية اللي قدامي دي اللي أنا بقول تاني بقول لكل مشاهد قدامي الصورة دي حقيقية مئة بالمئة وبقول إن الصورة والمسجد اللي بيهدم ده في تركيا تاني مش جايبوا من سوريا مش جايبوا من ليبيا مش جايبوا من أي مئة ده في قلب تركيا والصورة دي موجودة في قلب تركيا وعايز أعرف ومازلت منتظر تعليق الإخوان وتعليق القراضاوي اللي بيقول ده سادس الخلفاء الرشدين وعايز تعليق الإعلام الإخواني وعايز تعليق الشرق ومكملين ووطن عايز الناس اللي بيخافوا ربنا وبيقولوا إحنا هي لله عايز أشوف ده لله عايز أشوف ده لله